وجهتنا الجزائر الآن حيث اندلعت أمس مواجهات بولاية بومرداز شرق الجزائر العاصمة بين الشرطة الجزائرية وامتظاهرين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم واستنكارهم وذلك على إثر موجة الاعتقالات التي استهدفت نشطاء بالحراكة واندلعت المواجهات بعدما أوقفت الشرطة المسيرة التي شارك فيها مئات الجزائرين للمطالبة بالإفراج عن ناشطين اثنين أو ناشطين اثنين بالحراكة في هذه المنطقة وسبق هذه المسيرة إضرام لتجار استمر لمدة ساعتين وتشهد هذه البلدة التي تسجل تأخرا كبيرا على مستوى التنمية ومن حيث معدل البطالة بلغ إرقامة قياسية بشكل متكرر مواجهة بين الشباب وأفراد الشرطة